هذا رأس سعادة سيد عبد الرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى جلسة الإجرائية للبرلمان العربي لدولة الإعقادة الثالث من الفصل التشريعي الثالث وأكد أن أعضاء البرلمان يمارسون اختصاصاتهم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك بالفعل نمارس اختصاصاتنا بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية فهذا المجال واسع ونستطيع طريق التعاون مع زملائنا في البلمانات العربية الأخرى في التواصل وفي نفس الوقت تغريب وجهات النظر وتعزيز الأمن القومي العربي وخلق بيئة صالحة للعمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر